بدأ الصندوق الاجتماعي للتنمية في إعادة تأهيل كورنيش المخى قبل أسابيع ويضع حالياً اللمسات الأخيرة من عملية رصف الكورنيش وتزينه بأشجار النخيل وإعادة تأهيل الغرف الخاصة بالأضواء المتلألئة ليلاً لمقصف الكورنيش على شاطئ البحر بالمخى حيث تمنح الزائرين آملاً بعودة المتنفس الوحيد لأبناء هذه المديرية الساحلية من جديد والكورنيش الذي كان بمثابة استراحة مفتوحة يقضي الناس فيها أجمل أوقات تعرض لدمار واسع بعدما حولته ميليشيات الحوثي قبل طردها إلى مكان لتمركز عن صرها وساحة لنصب الأسلحة وتخزينها ترجمة نانسي قنقر